بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء الاعزاء طلبة وطلبات الصف الاول الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات اهلا بكم من جديد مع مستر سلام عبد الفتاح خبير اللغة الانجليزية بمدارس اللغات واسر الكتاب من كتابنا كتاب آآ النهاردة مع بعض ان شاء الله هناخد الشعر المقرر على الفصل الدراسي الاول الصف الاول الثانوي بالدارسة الرسمية والرسمية المتميزة للغات كتابنا الجميل ما بينساش وبنساش الطالب بفكرنا تاني ببعض اللي موجودة في كلمة اللي هو الشعر نفس الولاد ده شكل اشكال الادب اللي هو الشعر القصيدة للنشيد القصيدة اللي بيكتبها الشاعر الشعر بيحاول عبر افكارهم ومشاعرهم الصوت والقافية مواطن الجمال الشخص اللي بيكتب القصيدة او بيكتب القصيدة دي مظاهر الجمال اللي هتقابلنا في الشعر سيميلي تشبيه متافور استعارة بيسموها تشخيص او تكسيد التضاد او تناقض الجناس الاستهلالي رايم سكيم القافية الشعرية كل دول يعني مواطن الجمال نفتكر مع بعض كده ايه هو السيميلي مع كتابنا كتاب اكسلانس بوك اقارم بين حاجتين باستخدام از او لايك مثال في قصيدة اسمها هدفة اللي زودين هدرسها بالترم التاني ان شاء الله عندكم مقارعة وسانوي اتجول واحدي مثل السحاب او الشعر شابه نفسه بالايه المتافور الاستعارة مقارعة بين حاجتين ادي صفة واحد من هذين الاشياء لشيء اخر بس من غير ازوال ايه لايك اهو الرجل يزار من الغضب من صفة الزئير من الزئير ده التعمين هنقول الاسد يبقى هو كده ادي ايه بقى صفة الزئير دي استلافها كده استعارة يعني ايه وسلم استلافها من الاسد ودها للمان لهذا ايه الرجل فاخد كلمة الزئير ودها رجل اسمه كده اولاد ايه بقى الرجل يزار من الغضب اسمها استعارة التشخيص بقى ادي صفة الانسان لحاجة غير ادمية او غير انسان هو البحر بيتكلم خلى البحر يتكلم سوء انا مجرور خلاص ازا كده تم تشخيص او تكسيد البحر في صورة ايه انسان تناقض استخدام الصفة وعكسها عشان تقول معنى وتوضحه اهو فوق وتحت دي كل اسمها انواع من الاولاد نكمل مع بعض ايه هو التكرار بيسموه ممكن تسميه الجناس الاستهلالي استهلالي في الاول اكرر الصوت الاولان او الحرف الاولان بنفس الصوت في اكتر من كلمة في سطر ايه واحد او في ايه شعري واحد اهو جريت وايد بيوتفول واندرفول دابلو 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 از ريبيتد تو جيف ميوزك بتدي حاجة اسمها يبقى عن موسيقى شعرية رايمس كيميلا القافية هو نموذج المقاطع الصوتية اللي في اخر السطور او اخر الاولاد الاميهات القصية كلها يعني اخد مع بعضا كده ايه؟ ايه؟ ها اي ملاحظين هنا ها؟ اه؟ ملاحظين هنا ها؟ تب لو اتغير tourists نقول بي وها كزا. بقى هنا اي 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 اي. ليه مصدر كده? عشان الصوت هو متكرر اربع مرة. اي هي مجموعة سطور في قصيدة اللي بنعسمها فقرة شعرية. تمام? ايه هي الباليد. اه بيسموه الان الشعر القصصي. الشعر ها? القصصي. ازا هي عبارة عن قصيدة ها? بتحكي حكاية او قصة زي قصة اسمها دي بقى الاسئلة بتاعت الشعر اللي ممكن نتسئل فيها اللي هو قولت اشرح الابياد باشلوبك طلع القفية الشعرية اقولها استخرج صورة جمالية ما هي الفكرة الرئيسية. نيجي مع بعض بقى على اول قصيدة عندنا حاجة كده رائعة هتعجبكو جدا 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 للكاتب العظيم الكبير ويليام شيكسبير. القصيدة اسمها سونت ايتين. سونت ايتين. من اسمها كده? سونت ايتين يعني فيه سونت سيفنتين. اه فيه. ايه هي السونت? اه نعرف بقى ان ايه سونت? السونت. القصيدة اسمها سونت يا اولاد. عبارة عن قصيدة مكونة من اربعتاشر بين. تتعامل مع فكرة واحدة او عاطفة واحدة او شعور واحد احساس واحد. اصل السونت ايطالي. بدأت السونت فين يا اولاد? عشان يجري نسؤال في الشعراء الايطاليين كانوا مقسمينها لجزئين. الجزء الاول زي ثمان ابيات. الجزء التاني ست ابيات. اهم ثمانية وستة كام? اربعتاشر. صح يا? الجزء الاولام يسموه اوكتت. اوكتت معناها ثوماني او زو سوداسي ده بالاطالي. تمام كده? يبقى نشأت القصيدة اللي اسمها سونت دي فين يا اولاد? في ايطاليا. وكان مجونا من جزئين? جزء ثمان ابيات بنسميه اوكتت. وستة ابيات بنسميه ساستت. تعال بقى عمينا الكبير بقى امين شاكسفير. غير تركيب القصيدة من ثمان ابيات مع بعض وستة مع بعض. تلاها عن اربعات. تلات فقرات كل فقرة من اربع ها? ابيات. يبقى عندنا ايه? استنزة. افر ايه? اعمل كم استنزة بقى كده? تلاتة استنزة. كل واحدة فيها ايه? 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 وعندنا نسميها التالي بس هيرو كابلت از رايمينج لاينز. ها? كان بقى مهتاتف اربعة بتتناشر. يفضل سطرين اتنيه سموم الهيرو كابلت. دول سطرين بقفية ايه? واحد. وظيفة البيتين دول اللي هو الكوبلت الاخير اللي هما البيتين دول. ساب ابيل اخصو الفكرة ايه? كلها. لحد ايك ها فاهمين? يبقى ايه طالين عملوها. ها? جزئين. اوكتت. تمن ابيات. ست ايه? ابيات شيكسيبير خلاها كام? ها? تلات فقارات. كل فقرة اربع سطور. يبقى ستنزة. افور سامزة اب. زهول ايه? ايه. ده مين اي دي? تعالي شو بقى الفينر الرئيسية تعترونه تقيتين ايه بقى? قصيدة رائعة. رائعة جدا. مفيش حاجة في الدنيا تقدر تتشبه بجمال حبيبته. مهما كانت في الدنيا كلها. بقول ان جمال حبيبته خالد ما بينتهيش. حتى لو ان حبيبته ماتت. بس هي مذكورة في ابيات الشعرين اللي بنقرها لحد الوقتي انا وانتم هون. تمام? تعالي نشوف كواتر وان للسانزة الاولى من راستور. بيقول شاب ديهك بيوم من ايام الصف. لا ده انت احلى واجمل وحلوة عن الصف كتير اكثر اعتدالى من فصل الصيف. في الصيف تعصف رياح الزجون في شهر ما بتجي رياح كده. تعصف بالظهور والحاجات دي. والصيف ايام قليلة. طبعا انت هتردوا علينا مستر ايام قليلة زالة احنا من شهر اربعة لشهر احداشر صيف. الكلام ده هناك في انجلترا ولاد مش عندي له في مصر. انجلترا صيف شهرين بس. فصل الصيف بقصير جدا 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 هناك. وكمان في بعض الرياح شهر خمسة وكلام مين ده بتاع فوقلها انت افضل واحسن من فصل الصيف. تعالي نشوف طبعا دي المعاني الكلمات اللي موجودة في الستانزة. نشوف بقى البرافريز بتاعنا ولاك ايام مع بعض. الشرح. بيسأل ازا كان يقدر يشبه او يقارن بين حبيته وبن يوم من ايام الصيف. اه. وقال اي رد ايه? هي افضل واكثر اعتدلا من الصيف كمان. يعني حتى الصيف اللي هما بيتمنوع عندهم عشان لو قدرت خمسطاشر او عشرين يعيشوا شوية بدلت خمسة والثالج دول. هي احسن من ده كل. بعدين بيعدلنا الحاجات اللي هو بيتشويه يحبها في الصيف. رياح قوية. تقوم البراعم الضعيف للورود. وكمان الصيف اللي بيقعوش في فترة ميلة. في مواطن الجمال او سيميلي هوا. بتوين. ده بقى مهم جدا. اسمه سؤال بلاغي. ايه هو السؤال البلاغ يا ولاد? هو سؤال الشاعر بيقوله ومش طالب ليه اجابة. عمال حطوا ليه بقى وقالوا ليها مستقع. عشان يأكد الفكرة بتاعت يا ولاد. اهي. هل ليه ان اشبه? مش عايزة نقوله او لا. مش عايزة نقوله او لا. اما الايه? شاكسبيل بيوجهنا سؤال. موضوع الاعجاب بتاعه. مش مستني ايه? اجابة. رد على نفسه باضافة المزيد من التأكيد في الايه? في القصف. بوش على سانزة تو. ده برضو مما سوء الصفلس. دم. معنى الكلمات هي دم. ميت دم. يبقى ايه خافت او انتغالي الطبيعي. معناها بيوتي. معناها جميلة. تمام? الشرح. الشعر المستكم المستمر بيكمل معناه. بيقول حيات السيئة اللي في الايه? ليذكر مساوء الصيف. ساعة الشمس بتخلي الجو حارة جدا. ساعة مخلوقة هتبقى جميلة. يجي عليها وقت وجمالها يزول. اما ببعض الحوادث او اسمها التغير الايه? الطبيعي. كل كنات الحية بتنمو تنمو وتنمو. تغير الطبيعي. طلع يا مع بعض يا لفجرة سوبيتش هلقولها ايه? استغرب وقت الجماعي. ميتافورز. استعارة. يعني ايه عين السماء دي? قصده على ايه? الشمس. اه? ايه البشرة الزهبية دي? ها? شبه الشمس ولاد او السماء بحد له ايه? ها? عينين. صحكاة وبشرة. اسمه ايه هي? ها? تشخيص هنا. بشرته الزهبية. ايه البشرة الزهبية? جسد الشمس ازمان. له ايه? اه? بشرة. لونها زهب كمان. تعالى على السنزة سري. بات ذا اترنال ذاي. هنا ذاي يعني يور يا ولاد. اسمها اول دي انجليش كان الشعراء بيستخدموه. ذاي معناها ها? يور. وذي معناها يور. بات ذاي اترنال سامر شال نوت فيد. صيفك انت بقى بيقول لحبيبته بقى صيفك انت الخالد لن يخبو ابدا. ولن ايه يخافت ولا يتلاشي ابدا. ولن يغيب عنه جمالك ابدا. ولا حتى الموت. هيقدر اخدك من كمان? صح? ولا يتبعها الموت بطايف الزلالة. يعني موت في اطاقة. ليه? لان ذكراكي حتى لو مدتي هيفضل خالد في الابيات الشعرية اللي بكتبها عني. ده شيء يكسبل ولا الموت يقدر ايه? عليها. ليه? هتعيش ويفضل ذكراها او اسمها في الابيات الشعرية التي لا تبط. مواطن الجمال متافور ها? صيف الداخيلة عندك مش هيخبو ابدا. بيتكلم عن جمالها وكأنه صيف. اه. يعني ايه اولاد الشعر بيجسد الموت على انه انسان وعايز ايه كمان? هزا شاد ولو ضل وعايز يختار جمالها بضل. فيلمة مين? هزا. نيجي بقى على الكاروة الكابلت له هكب ليه البطولي بقى اللي بيلمي الموضوع كله. اه. نركز بقى يا شمال ايه ده بيعمل صم قبل الايه كلها. so long as man can breathe or i can see. مادمة القلوب تنبت طول ما في انسان هو عايش والعمل بتشوف. so long lives this. هيفضل ده عايش. هو اصدق على ايه اللي عايش? ذكرها والشعر بتاعه. بدليل نحن نقرأ الوقت بعمل ده. and this gives life to you. وهذا يعطيك الحياة الخاردة. يعنيش راح بنشوف. ها بيقول لي الشعر بقى. as long as man land. طول ما الانسان عايش على وش الارض. and so as a great poetry. طول ما انسان بيقرأ الشعر زينا الوقت كده. the poet's verse will live and his beloved will live in it. ومحبوبته هتعيش جوه هذه الابيات الشعرية. مواطن الجمال. وميتا فور في كلمة مين? this. refers to the lines of verse. which is hebraises his beloved. اللي بيبدي احباها حبيبته. وقال لانها هتعيش كمان. repetition so long so long. ليبقى repeat so long. لي to give impression of immortality. عشان دينا انطباع بالخلود والابدية. it's for all sheiksperian sonnet. كلها كده. كل sheiksperian sonnet عاملة على هزي القافية. a b a b c d c d ايه الاستانزة الاولى ايه بي اي بي. التانية. c d c d التالتة. اي اف اي اف. الكوبل البطولي جي اه جي. اللي هو اخر ايه. الاسئلة دي بقى دي يا معاها جميلة جدا دهدية من كتاب من بعد ما نقرأ كده الايه? خاصة تاني مع مستر سلامة. شالكوم بير ديتو اصامرز داي. لو طبعا ديستانزة ايه? هلنشوف اللي قلنا في الاول الشعر بيقارن حيبته جمال الصيف وهكذا. تمام? ننتقل. اه. ده كاسب. طلع مواطن الجمال. زي ما قرأنا على سلامة هنطلع السيميلية هنطلع الميتفورة هنطلع الريتوريكال كوالشن وهكذا. تمام كده? ننتقل للقصيدة التانية. طبعا القصيدة سلط اتنين رائعة. يمتوها كويس? يلا نكمل مع بعض. انهز بلايندنس. انهز بلايندنس. قصيدة رائعة. كتابها شاعر اسمه جون ميلتون. جون ميلتون. هي بلايند يعني كفيف. يبقى انهز بلايندنس. اه. اصابته بالايه? بالعامة. تمام? بتتكلم عن ايه? ده من ايديا افز بيمكال الفكرة اسمه. شعور جون ميلتون بالخوف. الحدود. شعوره بالخوف والوحدة والظلام عشان هو كفيف او اعمى. ماشي كده? تذكر كيف ضاع بصري. نظر رواح بقى اعمى. وفي ظهرة شبابه يعانيه لسه شاب يعني نظر رواح. الموت كمان موت موهبته في الشعر. لجد with me unless. يوزلس. يوزلس. ها. ذاو. اوضو. ميسول مور. ها. محاصر يعني بقى ايه? ها. محاصر يعني اولد. او محاصر بعجزه. كم يمشي. يا سلام. كمان ايش هقدر يخدم ايه? خالقه. ربنا صلى الله عليه وسلم. ما يترو اكاونت. يقدم اعماله بقى وشغله بقى. خوفا من ايه? من سخط ربنا يعني. كم بيحاول يلده ربنا. بس طبعا بقى اعمى. فهو صاخط او قطبان اني نظر رواح. شو بقى اولاد? دميوها هيس حدوات متلوش. برا فيز. الشعر حزيجي جدا لانه فقط بصره. وهو لسه في ايه? في نص عمر او ما كملش يعني في شبابه يعني. في عالم. في عالم اصبح بالنسبة له ايه? موظل. بيقول انه كمان بقاش عنده هزه الموهبة او هزه النعمة. مقدان بصر الواحد مثل الموت. وبقول ان واحد اللي بيشوف اللي بيفقد عينيه يعني باش يشوف لكنه ميت. فقط نور عينه. في الوقت اللي كان فيه شغوف جدا. وعنده ارادة جدا. يا السلام. فقط عينه. وفي الوقت اللي كان عنده سعادة فيه يخدم الرب ويعمل عمال صلاحة يعني. تمام? مواطن الجمال بقى الميتافور فين. عند اوثر كومبيرز سايت تو لايت. سايت الرؤية شبهها ها بدو. دب اتسعرها مش استعرها استعرها. فين? دارك ورلد وايد. دي is repeated. دابلو is repeated. to give a music. في ميتافورتاني او في ميتافورتاني استعرها هي. ها. اوثر كومبيرز السول to his mind. شبه الروح بالعقل. there is also a personification. في كمانة تشخيص. or in the above two lines the word personifies the soul as if it's a body that bends. شابه الروح او جسد شخص الروح وكأنها انسان او جسم يقدر ينحن. does god exact day lab or light denied? i fondly ask but patience to prevent. the murmur soon replies god doesn't need either man's work or his own gifts. اوع اوعك بيتين درجو مال جدا. شو بقى صحيحان اضمير بقى. who best appear his mild job? they serve him best. his state is kingly. thousands at his bidding speed and boost over land and ocean without rest. they also serve who only stand and wait. اللي بقى فريز هيفاهموا كل حاجة مع بعض اهو. he tells us that he asks himself how can god? شو بقى حيط دي يا ولاد فيها شيء من الايه? العفيان او التمرد او الكفر. بيقول ازاي ان الاله او ربنا يتوقع منه. بسمك تيمين? to be able to to be able to work for him when he cannot see. ازاي ربنا بقى وهذا استفرازيم طبعا. بيقول ازاي الاله او ربنا منتظر مني ان انا اعمل صالح لاجله وانا فقد عينيه. بيشانس رد عليه الصبر على طول. ما احس بكده ايه كفر بقى احد خرج عن ايمانه او عمل حسان او تمرده على ارادة الله سبحانه وتعالى فقال ايه بقى ازاي ربنا مستني مني اعمل حاجة صلاحة وهو خب مني بصري. بيشانس سبيكس تو هم انتلزي هم اتس افوليش كوستشن. الصبر رد عليه السؤال ده سؤال غابي ما ينفعش يتقال. بيشانس بويت ذات شاعر بيقول له ان ربنا دوزن تي نيد منزورك. ربنا مش في حاجة لشغلك. لا شغلك هينفعه ولا هيدره. شغل الانسان ده ربنا ليس في حاجة لعمل الانسان. ولا محتاج تستخدم مواهبك ولا عينيك ولا كلم من. اللي عايز الحاجات دي مين? احنا الناس اللي هي البشر. الناس اللي بيتوه ربنا بيعبدوه وينصاعوا اهل ارادته. الاف وملئة اشخاص شغالين في عبادة ربنا طول الوقت. مش مستني عبادتك انت لا هتأخر ولا هتقدم ولا عبادة اي حد. الناس حتى اللي بيتقبلوا بقضاءه وفادره. كده بقى خدمون. رجع الشعر فوق نفسه. وقال السؤال ده صعب جدا ما ينفعش اقوله اصلا. وضبيره بقى ايه? اه بيقنبو يعني. اه? في موطن جمال? وميتافور فين? هنا شعر شخص من الصبر. انه ما بيكلمه? تمام? بارادوكس. تناقض. انت كانت تقدر تخدم ربنا من الان ما تعمل حاجة. فقط. مش معناها تقف هنا. تنتظر وتستنى وترضى بما شئته. ده حد ذاته عبادة اللي يعني الرضب المقسوم. ايه عبادة يقولها كده بقى دي. صح? فمش لازم تعمل حاجة عشان تباين عبادتك لربنا. مجرد قبولك لقضاء ربنا. وصبرك ده حد ذات عبادة. الرئيس كيم. اي بي بي اي. ها? اي بي بي اي. سي دي اي. سي دي اي. سي دي اي. الاسئلة بتاعيتناها هيجي لنا سؤال زي كده. مفكر زي بصل اتاخد مني. في وسط حياتي في مقتبل عمري لسه. في هزا العالم الفسيح المسلم. هقول لي برافريز. اشرح. هقول لي اكستراكت. هقول لي بقى زي من ايه? اي دي. تمام? دي هديك كتاب بكده اولاد نكم خلصنا الشعر المقرع على صف الاول الصناوي بالمدارسة الرسمية والرسمية المتميزة للغاية للقصل الدراسي الاول. اه الاسئلة دي ايه دي مابولة دي. وفي القصيد اللي قبلها تقدر تجاوبها وتبعتها لنا على صفحة على اليوتيوب. ما يهمنا جدا اراءكم وتعليقاتكم واختراحاتكم. وان شاء الله يصلكم كل جديد. كان معكم مستر سلام عبد الفتاح خبير اللغة الانجليزية بمواطن بمدارس اللغات. وان شاء الله هتلاقوا برقم اللغات ستاعي. موجود في وصف الفيديو اللي يحتاج اي حاجة يكلمني. اكون سعيد جدا بالرد على استفساراتكم واسئلتكم. خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح واللقاء في حلقات اخرى ان شاء الله لاستكمال باقي منهج اللغة الانجليزية للفصل الصف الدراسي الفصل الدراسي الاول او الثاني. اه للصف الاول السنوي. بدرسة الرسمية ورنة الرسمية المتميزة للغات. اللي بدرس بانها اكترافرر او القصة المقررات عندنا. اه ان شاء الله نلتقي قريبا في حلقة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.